النهاردة فيلمنا فكريته مختلفة ولو انت كل فكريتك عن افلام الكرتون انها قصص رومانسية وضحك وزار فالنهاردة قصتنا رعب وغمود بتبدأ قصتنا مع كورولاين البنت الصغيرة دي واللي كانت بتدور على بير قديم في المكان اللي شكله مرعب اللي هم عايشين فيه ده بتقابل طفلي تاني اسمه ويبي واللي بيعرفها ان جدته تبقى صاحبة الاصر اللي هم عايشين فيه هي وعائلتها وبنعرف ساعتها ان كورولاين لسه ومأجرين دور في القصر بتاع جدته وفي معاهم جيران تانيين ويبي بيسيبها ويمشي والكورولاين بترجع تاني لمومتها في البيت بتقول لها ان هي مبارح كانت هتقع في بير وان هي كانت ممكن تموت امها بتقول لها بجد دي حاجة لطيفة جدا وواضح ان هي ما كانتش مركزة معها خالص بتقول لها ان ما عندهاش وقت الحكاوي بتاعتها دي وبتديها طرد بتقول لها واحد صاحبك اسمه ويبي اللي قبيتين بارح جابه لك النهاردة لما بتفتحه بتلاقي عروسة على شكلها بالزبط باستبادل عيون العروسة حاطين زراير كان معار سالة من ويبي بتقول ان هو لها العروسة دي في صندوق جدته ومع ان الموضوع كان مريب جدا ومخيف بس هي ما بتحطش في دماغها بتروح تتكلم مع بابها واللي كان برضو مشغول ومتنع في الكمبيوتر زي مامتها بيقول لها هو كمان ان هو مشغول دلوقتي ومش فضلها العروسة بتشدها الباب صغير كده في البيت ولما بتشوفه بتتفق مع مامتها ان هي هتفتح لها الباب ده في المقابل هي هتزكت ومش هتعمل دوشة علشان تكمل شغلها فعلا مامتها بتقوم وبتفتح لها الباب ده بس بيكون وراها طوب الحيطة وما بيوديش في حيط بالليل بقى وهي نايمة بييجي فري صحيها بتقوم وبتمشي وراها وبيشدها لبرا نفس الباب ده بس المرة دي لما هي اللي بتفتحه بتلاقي وراها مدخل مش مزدود زي المرة اللي فاتة بتدخل فعلا كارو وبتعدي البوابة دي اللي بتوديها لنسخة طبق الاصر من الاصر اللي هم عايشين فيه تقدر تقول كده علم موازي العلم بتاعهم بتشوف في الاصر اللي راحت له مامتها وهي وقفة في المطبخ كانت بتعمل اكل ودي كانت حاجة غريبة لان مامتها وعمرها ما كانت بتطبخ ليهم بس لما بتشوفه الشهة بتلاقي ان بدل احنيها موجود زراير زي اللي كانت في العروسة الست دي بتعرفها ان هي امها البديلة وبتقول لها روح ينادي الباباك يلا علشان جي وقت العشاء بتروح لباباها فعلا واللي كان بيأزف بيانه وبتلاقي برضو ان فيه زراير مكان عينه وبتلاحز ان ده مختلف عن باباها برضو وانه مهتم بيها لدرجة ان هو عمل لها اغنية وبيغنيها لها مخصوص بيتجمعوا على العشاء واللي كان جميل جدا وكانوا جايبين لها تورطة علشان يرحب بيها في البيت بعدها بيقولوا لها يلا نلعب لعبة بس هي بتقول لهم لا انا مش هينفع انا لازم ارجع لسريري دلوقت بيوضوها قضيتها واللي كانت جميلة جدا بعكس قضيتها التانية كانت مليانة لعب والوانها جميلة وحية كده مبهجة كانوا بتحبها جدا وبتنام على السرير اللي فيها علشان تصحى تاني يوم وتلاقي نفسها في قضيتها العادية بتجري بسرعة علشان تشوف الباب بتلاقيه ان هو تقفل تاني وبتعرف ان هي كانت بتحت بتعيش حياتها تاني وبعدها بتلاقي شوية رسائل اللي جارهم اللي فوق وبتروح علشان تديهم له بتلاقي عنده فران بيدربها للسيرك وبيقول لها ان الفران طلبت منه يحذرها ان هي متعديش من الباب الصغير تاني بعدها بتنزل تتعرف على جرانها اللي تحت وكانوا اتنين ستات كبار في السن واحدة فيهم بتقرارها الفنجال وبتقول لها ان في خطر قدامها بعدها بتقابل ويبي تاني واللي بيقول لها انه على طول جدته بتحذروا من دخول البيت اللي هم عايشين فيه ده وبيحكي لها كمان ان زمان كان جدته ليها اخت واختفكت ومحدش يعرف عنها اي حاجة بس كرة كان عجبها اهلها التانيين واللي كانوا بيهتموا بيها وبيفرحوها مش زي اللي منفضين لها دول فبالليل بتروح تاني كاره وتدخل الباب الصغير وخلاص كل يوم بقت بتروح للعالم التاني واللي بتلاقي فيه كل الحاجة نقصاها وخصوصا ان هي بتلاقي هناك ويبي هو كمان بس بعيون زرائر زيهم وهناك برده كان فيه نسخة عنجرها اللي فوق واللي كانت عرضه حلوة جدا مع الفلان وجرانها اللي تحته هم كمان وكل دول كانوا في نسخ احسن من الاصلية بتاعتهم بس علشان قال لي البختي يلاقي الزرار في القلبة اهلها البودلة دول بيفجئوها بعي البهدية فيها زرارين بيقولولها ان هي لازم تبدل عينيها بالزرائر دي طبعا كانوا بتتصدم من الكلام ده وبتجري علشان تنام وتصحى في بيتها العادي والحلم يخلص بس المفاجأة بقى انها لما بتصحى بتلاقي نفسها لسه في العالم الموازن بتتخضي جامعة كارولاين وبتفضل تجري في العالم ده واللي بيبان لينا قد ايه هو عالم مزايا وان امها دي تبقى ساحرة شريرة وشكلها بيظهر لينا وبنعرف ان هي لصناعة العالم ده كله بتحكم في كل الشخصيات اللي فيه علشان تبقى في خدمة كاروسا عيدة والنهاية كانت بتعمل كل ده وكانت عاملة كمان العروسة مع عيون زراير وبتعمل كده مع اطفال كتير تانين علشان ترائبهم بيه واللي بتعرف ان هو حياته صعبة ومملة زيها كده بتستدرجهم زي ما عملت معاه لما بيوفقوا في الاخر ان هما يبدلوا عيونهم بالزراير دي بتاخد منهم روحهم وبترميهم وتشوف غيرهم من حسن حظ ذكاره بقى ان نويبي بيجي وبينقصها وبيرجحها تاني لعالم بتاعها بس المرة دي ما بتلاقيش مامتها وباباها واللي زعلت عليهم جدا الفت ساعتها قيمت اهلها اللي ما كانتش حاسة بيها وبتفهم ان الساحرة الشريرة هي السبب في اختفائها بتنزل لجرانها اللي تحت واللي بيدوها ألة سحرية لو بصت منها هتشوف اي حاجة مفقودة منها بتقرر ان هي ترجع للعالم بتاع الساحرة وده علشان تنقذ اهلها وكمان الاطفال التانين بتروح معها القطة بتاع تسحبها ويبي واللي لما دخلت العالم التاني بقت بتتكلم عادي القطة بتعرفها ان الساحرة بتحب الالعاب والرهان وجربي كده تعملي معها اتفاق فعلا بتعمل كده وبتتفق مع الساحرة ان هي هتدور على اهلها والاطفال عادي ولو قدرت ان هي تلاقيهم هيرجع كلهم للعالم بتاعهم اما بقى لو ما عرفتش هتسمح للساحرة ان هي تاخد روحها وتخيط عينيها زي بقية الاطفال بتبدأ كاره في رحلة البحث وكل حاجة كانت بتشوفها جميلة وحلقة قبل كده بدأت ان هي تبقى عقبة قدامها من اول الظهور والنباتات وابوها التقليد ده وجرانها اللي كانوا قلطف معاها بس بمساعدة الاداة السحرية اللي معاها بتلاقي عيونه الاطفال وكانت كل ما تلاقي واحدة جزء من العالم ده بيتضمر لحد ما بيفضلش غير البيت بتلاقي جوها البيت اهلها محبوسين في لعبة فبسرعة بترمي القطة على السحرة علشان تعرف تخدهم والقطة اول ما بيجي عليها بيشيل عينيها او الزراير بتاعتها يعني بيفضلوا يتخنقوا سواه بس لان السحرة ما كانتش شايفة حاجة بتقدر كاره والقط ان هما يرجعوا للبيت الاصلي ومعاهم اللعبة اللي فيها اهلها لما بترجع البيت اللعبة بتتكسر وبيخرج ممتها وباباها واللي ما كانوش فاكرين اي حاجة من اللي حصل بتاخدهم كاره بالحضن بعد ما قررت قيمتهم وما بقتش عايزة دلوقتي غير ان هي تكون في حضنهم على طول بيشكرها بعدها ارواح الاطفال اللي هي انقذتهم وبيعرفوها ان هي لازم تخبي مفتاح الباب الملعون ده بيجي في دمخة على طول البير اللي كان معنا في اول الفيلم وراحت بسرعة علشان ترمي المفتاح فيه بس ساعتها بتهجم عليها ايدي السحرة واللي كانت تقطعت منها في الخناعة مع كاره في العلم التاني وبيجي بعدها صاحبها ويبي الحقيقي وبيساعدها ان هي تتغلب على ايدي السحرة بيرموا بعدها المفتاح في البير وبيقفلوه علشان يخلصوا ويخلصونا من القصة العجيبة دي دلوقتي المفروض خلاص ان انتهى العلم الموازي بتاع السحرة الشريرة بعد كده بيروحوا الضباب اللي كان مغطي على المكان والجو بيرجع جميل وحلو وطبعا نهاية السعيدة بانها بتعيش في سلام مع عهلها واللي بقوا بيهتموا بيها اكتر وكمان جرانها اللي اتصحبت عليهم وحولوا المكان الكئيب ده لمكان مبهج بزرع وظهور ونباتات كتير واخيرا بنشوف جدة ويبي صاحبة البيت واللي بنعرف منها ان اختها اللي اختفت زمان دي كانت روح من ضمن السحرة حبساهم واللي كانوا انقذتهم مع عهلها وهنا بيخلص في الميناء النهاردة شو كم وصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول